الأشكال اللي هنا خاصة بما أنك الدكتور حبيب نوري مختص في جراحة العظام والمفاصل القتلي ممكن الأكثر الفئة العمورية هما الأطفال والشبيب ونعرف اللي كونه معناتها السيلاج دولا كروسانس معناتها اللي هنا فترة نمو العظام معناتها جسم متع الطفل ومتع الشبيب ماشي وقاعد ينمو خاف من كونه ممكن هذا النمو يزيد يخلي الخالية تتكثر أكثر هو اللي خالية تنمو لأن في فترة هذه اللي بدان يفرز بعض الهرمونات كيما الهرمون دو كروسانس معناه فما بكو دوتر فاكتور دو كروسانس يتسمو اللي يخلو الخلايا الطبيعية متاع الجسم ينمو لكن هذه زادة عندها أنفية على الخلايا السرطانية خلايا زادة تنمو أكثر أكثر والهنا هو اسمه برض خبيف معنا عفاني عفاكم الله حتى في تصرف متاعه هو خبيب في تصرف متاعه ما يجيبش أعراض خاصة بهو دماء يتخبى وراء أعراض أخرى أذاك علش تخلي المريض ولا حتى العائلة متاعه نجليج ساعتك الألام مرتبطة بالنمو وخصوصا في الفترة الأولى متاع النمو والسرطان حتى لو كان المريض يعدي ونعمل صورة بالأشعة ما يظهرش السرطان على الصورة بمعنه صغير بمعنه لا لأن الوراء ما زال في حجم البداية متاعه حجم صغير هو يبدأ يعطي أعراض مبكر ولكن بش يظهر في الصورة هذه بش نحبه نوره في المرحلة البداية السرطان يكون في وسط العظم ما يخرش ما ينتشرش ولكن لو كان نستنوا فترة أكثر يقول لي يتجاوز الحدود متاع العظم ويمس حتى العروق متاع الدمي يمس الأعصاب يمس المفصل لو كان نكتشفوه السرطان في المرحلة البداية اللي هي على اليمين يكون العلاج متاعه سهل ونسبة الشفاء متاعه كبيرة تزاوج 80-90% ولكن لو كان نكتشفوه في مرحلة متقدمة يكون العلاج متاعه أصعب وكذلك نتائج العلاج تكون أقل نجع